واتضح أداؤه المتواضع في مشاركاته التلفزيونية إلى حد أن الملك ذات مرة استشاط غضبا فاتصل بمونير الماجد على هاتفه المحمول ولم تمر سوى ربع ساعة بعدها حتى وجد هذا الأخير نفسه في القصر غارقا في وابل من السباب والشتم من طرف الملك الذي أنهى كلامه قائلا اترده أصبح الرئيس الفرنسي يخشى أن تؤثر هذه التوترات على العلاقات بين البلدين بشكل دائم كان يعلم أن محمد السادس لا يصغي إليه بل يتضايق مما يقوله له فقرر التحدث مع أخت الملك المفضلة لديه مريم طالبا منها التدخل لدى شقيقها لعله يعود إلى رشده لم تفلح الأميرة في إقناعه لأن الملك كان مصرا على الزيادة في أرباحه والكف عن اقتصامها مع مجموعات فرنسية وكانت نيته أن يتعامل مع شركاء أجدد لا يتشبثون بحرفية احترام مذكرات التفاهم وتطبيق المعايير الدولية أي شركاء لهم في ميدان الأعمال نفس النهج الذي ينتهجه أمراء الإمارات العربية المتحدة الذين تبرم معهم الصفقة بمجرد الموافقة الملكية خالد الودغيري المصرفي الذي يعتبر من جهابذة ميدان المال بالمغرب حيث أنشأ أكبر بنك في البلاد وهو في ملك الملك التجاري وفا بنك قبل أن يصير ضحية دسائس القصر يلخص الوضع الجديد قائلا منير الماجدي وحسن بهمو يحصلون على أرباح خيالية ويعتبرون أنفسهم رجال أعمال ولكن أين الاقتصاد الحقيقي عندما يكون كل شيء مسنودا بالتعسف الملكي عندما تستقوي بالإرادة الملكية من سيعترض عليك إن التعسف والمزاجية جزء من واقع البلاد والمثير للدهشة أن مجموعة مثل أشون اعتقدت أنها ستستفيد من محاكمة عادلة تعارض مصالح الملك وفقا لخالد الوضغيري الذي يضيف إن العادلة لم تعد تحتاج إلى تلقي الأوامر بل تستبقهم النظام مؤسس على الخنوع لدرجة أنه أصبح يشتغل بشكل مستقل عندما طرح السؤال على الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيرون حول تعريف السلطة أجاب أن السلطة الحقيقية هي سلطة التعيين وفي المغرب ليست هناك مؤسسة أو منصب مهم لا يخضع لتعيين الملك من رئاسة اتحادات المقاولات بالمغرب إلى رئاسة جامعة كرة القدم وهذا في الحقيقة ما جعل سلطة المحيطين بالملك تتجاوز الحدود الملك يعين لكن قل ما يختار بنفسه غالبا ما يصادق على الأسماء التي اقترحها عليه مقربوه تلك الأسماء التي تشترك في شيء واحد هو انتماؤها إلى البلاط أو طموحها إلى الانتماء إليه وتعلم أن ما أخذته اليوم يمكن أن يؤخذ منها في أي لحظة نجح حسن بهم ومنير الماجدي من مكتبيهم الفاخرين المزينين بالرخام الأبيض في مقر الهولدينج الملكي سايجر المجاور للقصر الملكي بالرباط بنسج خيوط العلاقات التي تربطهما بتابعيهما ويتعين عليهم أن يتوخي الحذر كل الحذر لأن أي زلة قد تعصف بالخطة كاملة مثل ما حدث سنة 2002 عندما تم تعيين باسيم الجاي الحكيمي على رأس اونا وهو خريج مدرسة البولي تكنيك الفرنسية وحاصل على ديبلوم من جامعة ستانفورد الأمريكية إلا أنه يفتقد إلى الكاريزما كان يقيم في باريز حيث اشتغل في ميدان الإعلاميات والذين يعرفونه أنذاك قالوا إنه كان يخطن شقة متواضعة وإمكانيته كذلك متواضعة قرر أن يعود إلى المغرب وهناك التقى بمونير الماجدي الكاتب الخاص للملك قام بتعيينه على رأس بريماريوس وهي المقاولة المكلفة بتزويد القصور الملكية بالأثاث والمفروشات وبعد ذلك توالت الأحداث بشكل متسارع فبعد الإطاحة بالمدير العام لأونا مراد شريف الذي لم يكن خنوعا رأى الماجدي وبهم في الحوكم الرجل المثال لتعوضه تم اقتراح اسمه على الملك فقبل دون أن يكون قد التقى به الماجدي وبهم كان يهدفان إعطاء الهولدينج الملكي صورة مقاولة عصرية شفافة تتوافق مع المعايير الدولية وتتمتع بشراكات مميزة في جميع أنحاء العالم وكل ذلك يستلزم استراتيجية تواصلية محكمة تفوق بكثير طاقات الحكيم فهو لا يستطيع أن يؤدي المهم بالشكل المطلوب الحكيم رجل جدي إلا أنه يفتقد الهيبة واتضح أداؤه المتواضع في مشاركاته التلفزيونية إلى حد أن الملك ذات مرة استشاط غضبا فاتصل بمونير الماجدي على هاتفه المحمول ولم تمر سوى ربع ساعة بعدها حتى وجد هذا الأخير نفسه في القصر غارقا في وابل من السباب والشتم من طرف الملك الذي أنهى كلامه قائلا اترده ذات القرار أدخل الماجدي وبهم في حالة اضطراب ذلك أنهما لم يسبق لهما أن فكر في خطة بديلة أي أن يعدى مرشحا لخلافة الحكيم في منصبه الحيوي وشعر بالخوف من الدسائس التي كانت ستظهر بكل تأكيد داخل المحيط الملكي حيث يعلمان أن لهم أعداء كثر كانت همسة واحدة في أذن الملك مع قدر كاف من الإقناع تكفي لاقتراح شخص آخر فيحسم في تعيينه ويبقى بعيدا عن نطاق سيطرتهما وهكذا تحول كابوسهما الأسوأ بالفعل إلى حقيقة والمرشح الجديد لم يكن سوى شخص اسمه سعد بن ديدي كان إلى حدود الساعة يشغل منصب المدير العام لشركة الاتصالات ميديتيل وقبلها كان رئيسا مساعدا لفينانس كوم لمالكها الملياردير عتمان بن جلون ربما لم يكن يعلم بن ديدي أنه ليس إلا أدات في صراع بين معسكرين غريمين من أجل كسب ود الملك لكن الأكيد أن ثمت أمرا لا يستطيع أن يجهله وهو أن لديه عدوا لدودا اسمه حسن بهم كان بن ديدي يكن الازدراء للرجل الذي بات يسير ثروة الملك مع الماجد وفي جلساته الخاصة لا يتردد في التصريح أي بن ديدي رغم أنه يعرف أن تصريحاته ستصل إلى من يهمه الأمر ويقول كان بهم يشتغل تحت إمرتي كإطار صغير لما كنت أسير بنك بن جلون أقوال خطيرة بالنسبة لرجل كحسن بهم لا يعفو ولا ينساه استغرق الأمر من الرجلين ثلاث سنوات من الجهد الشاق للإطاحة برأس سعد بن ديدي ففي 11 أبريل 2008 على الساعة الخامسة عصرا قام مجلس إدارة أونا باستدعاء الرئيس لأجل الإعفاء من مهامه بهذه الطريقة غير العادية تم التخلي بها مجية عن الرجل في عالم تعود أن يقذف إلى الجحيم بكل من سقط ضحية المزاج الملكي ولم يحصل بن ديدي حتى على بيان الشكر الكلاسيكي بعد إتمام مهمته بل على العكس من ذلك تماما فقد تضمن محضر الإقالة كلمات قاسية جدا كانت بمثابة لائحة اتهام تضرب بالفصيح كفاءة الرجل في الصميم والحجة شركة وانا المتخصصة في الهواتف النقالة تكبدت خسائر مهمة وهي واحدة من مئات الشركات التابعة لأونا هكذا فوج أبن ديدي كيف لا وقد تلقى بضعة أشهر قبل ذلك مكالمة من الملك يهنئه على إطلاق أونا في الواقع شركة أونا كانت مشروعا سيئة تصميم رأى النور هو الآخر بسبب سعي الماجد وبهم لإرضاء الهف الملكي اللامحدود وراء المال وذلك لكي يتسنى له الحصول على موطئ قدم في قطاع الاتصالات المتنامي أحد القطاعات القليلة التي لا يسيطر عليها حتى الآن وبعد أن اتضح أن أونا مشروع استنزف أموال كثيرة فما أسهل من أن تحمل خصومك مسؤولية أخطائك هكذا إذن تمت التضحية بسعد بن ديدي بمبرر ضعف الكفاءة رغم أنه من الواضح أنها مجرد ذريعة ومنذ ذلك الحين ظل منصب رئيس أونا أي كان من يشغله مجرد أداة بسلطات مقزمة لأن الماجدي وبهم يعملان على توسيع هيمنة الهولدينج الملكي على الاقتصاد الوطني إلى أقصى الحدود وبالإضافة لذلك سيواصل الماجدي منذ سنة 2002 بفضل المراوغات المالية التي أصر له بها الحكم الذي أقيل هو الآخر من رئاسة أونا الاستمرار في تعزيز المراقبة التي يمارسها الهولدينج الملكي سايجر وفي عام 2003 أعلن المهندسان الملكيان مبادرة مدهشة لقد أصبحت شركة S&E على الرغم من صغر حجمها هي الشركة القابضة الأم لشركة أونا وبقيت بدورها في ملكية الهولدينج الملكي الأول سايجر بنسبة 60% إنها تركيبة معقدة تتحدى قوانين الجاذبية الاقتصادية ولأسباب وجيهة لقد تحولت نسبة 13% التي كانت الأسرة المالكة تمتلكها في أونا إلى 60% دون الحاجة لضخ أموال جديدة بل فقط نتيجة سحر الهندسة المالية أما التبرير الذي قدم للعموم لتفسير العملية فهو الحاجة إلى تخفض المديونية وتعزيز استقلالية الشركات الفرعية لقد انتهى عهد الانسجام بين الملكية وعالم الاقتصاد وجاءت ظاهرة سياسية جديدة حيث الملك يتوفر على سلطة مطلقة إلهية وسياسية واقتصادية اشتركوا في القناة